عليكم التلام ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله سنبدأ في الشابتر الأخير من مادة البنطقة الرقمية في الشابتر ستة وشابتر ستة يتعلق بأهم الأجزاء المستخدمة في الدبائر الرقمية طبعا كل شيء مهم لكن هي من الأجياء المستخدمة باستمرار في أي نظام رقمي الريجيسترز والكاونترز فرح نتعرف على الريجيسترز والكاونترز وكليهما تبنى من الفليب فلوبس فرح نشوف استخدمات الفليب فلوبس في تصميم الريجيسترز والكاونترز إن شاء الله في هذا الشابتر ونشوف بعض العمليات عليهما رح نشوف في الريجيسترز كيف الـ operations of shifting loading إلى آخره تتم ورح نشوف كيف العددات ونخليها تعد تصاعدي وتنازلي وتعمل مثلاً أحياناً لـ loading clearing إلى آخره إذن رح نبدأ لتكلم عن الريجيسترز في البداية المفروض يعطيني على كل إن شاء الله يكون الصورة واضحة طالع صورة واضحة عندكم آآ دكتور واضحة كيف آآ المفروض ينطيني فول بيج لكن مش عارف أنا بقيت أعمل control L على pdf عمل تحديث pdf شكل control L بطل يشتغل يعني هل في عندي هنا بالmenu view مثلاً view في page display single to full screen mode مش عارف شو شور تكتب بعد جديد لكن كانت control L زمان طيب سوف رح نتكلم عن التعامل مع بمعنى إنه هذه الدوائر تستخدم فالريجيسترز عادة are connected to assume clock pulse فthey work together in synchronous كما يعمل العسكر في العرض العسكري لما بيمشوا ماشية عسكرية بتلاقيهم اليمين مع اليمين واليسار مع اليسار هذا مسمي حنا synchronized walking أي شيء في تناغم في الحركة في مجموعة معين مسمى synchronous operation إذا لما تكلم عن الريجيسترز they are synchronous flip-flops they work together they are connected to the same clock input so when they do some work they work together من الأمور المهمة إنه عادة ما يكونش في combination circuit مرتبطة بين ال clock source وال clock input لذلك clock source يجب أن يكون مصنوع أو مصمم بطريقة كافية أن يولد البلس اللازمة بالقدرة اللازمة من ناحية الكهرباء بحيث يغذي كل السيستم طيب من ضمن الأمور رح نتكلم عنها اللي هو ال parallel loading أو ال register رح نشوف register الآن ال register هو أماكن لتخزين الداتا هي مجموعة من اللي flip flops التي تستقدم لتخزين الداتا تخزين الداتا هي عنصر التخزين الأساسي الذي يصمم لتخزين single bit لكن نحن نتعامل مع مجموعة من bits ال word ممكن تكون 8 bit 60 bit إلى آخرين فمجموعة من flip flops ضرورية علشان أقدر أحط مجموعة من bits so we to build this is the first register رح نأخذ اليوم مثل من انتو شايفين في عندي أربعة flip flops من نوع D type وجميع هم مرتبطين ع نفس the clock source نختر اللون الأحمر برضو بالصير so these are called the parallel inputs these are called the parallel inputs and these are the parallel outputs طبعا الاتبوط are on the queues طبعا كل flip flops في ال q bar ايضا لكن لما تكلم عن register نحن نتكلم عن data المخزن على q وهي عادة اللي بتكون موصول للعالم الخارجي فالعالم الخارجي بيكون مربوط على q s و these بتكون مربوطة على inputs خارجية فعند وضع data على i0 i1 i2 i3 مثلا حطينا واحد هون حطينا 0 هون حطينا واحد هون حطينا واحد هون وجينا قلنا بدنا الخزن هذه data طبعا هنا ممكن يكون اي اشي كان موجود ممكن يكون مخزن سابقا اي data لكن ال data الاجديد هذه متى ستخزن على a note وال a1 وال a2 وال a3 يا شباب هلو في حدا بقى يجاوبني يا شباب ما عمدي فتروا ماتى رح تتخزن ال data وماتى بصير عند ال next state لفليفلوب عشان تعمل هذا ال input synchronous ولا asynchronous d d asynchronous لا يا يا بنايتي مش asynchronous asynchronous يعني بعتمدش على يا بنايتي اي قلنا تعلم ماشي دي flip flop لحال هي asynchronous لما بتدخل برجستر وصير بها flop بتصير synchronous لا يا بنايتي انه متكلم هذا ال input ال d وحكينا عنه قبل مرة قلنا ال d input is synchronous input ليش لانه عملوا مرتبط بالك بقدر ال data تنتقل لهون بدون معط pulse هل ال data بتنتقل بدون pulse ولا لازم ل pulse لازم لازم pulse فاي شي بيحتاج ال pulse شو بنسميه بنسميه synchronous و اي شي لا يحتاج ال pulse مثل ال ريس هنا شو بنسميه بنسميه asynchronous input يا شباب هذا الحكي والله حكيته بس انتم ما بتدرسوا للأسف يعني بتدرسوش قلنا لكم حرف ال a بيجي بلغة الانجليزية لعكس المعنى مثل symmetric و asymmetric periodic و a periodic ما حكينا هذا الحكي اذا هذا الرجستر مجموعة من اللي في clubs مثل ما انتم شايفين جميع ال clock input بتيجي على نفس ال clock source فلما انا بعطي pulse على ال clock بتيجي عليهم كلهم بنفس اللحظة بتيجي هون وبتيجي هون وبتيجي هون بنفس اللحظة فاي داتة موجودة على ال input اللي هون رح تنتقل بعد البلس رح تنتقل بعد البلس على ال use فرح يصير عندي هون واحد وهون رح يصير زير وهون رح يصير واحد وهون رح يصير واحد ورح تظل ها محافظة عن نتيجة هاي مدام الكهربة شغالة ومدام انا مغيرتش ال input او اذا وقفت ال clock اذا ايضا لا يحدث تغيير طبعا continuous يعني دائما موجودة فال clock source في اي نظام رقمي عادة بتكون موجودة ومولدة باستمرار لكن سنرى كيف نتحكم بها بعد قليل اذا ال data على ال output هنا تأتيني من ال input بعد ما حط ال input وجهزهم باجي بعطي pulse هذا ال pulse تؤدي لانتقال ما هو موجود على ال d الى ال cube مضبوط يا شباب مش هادل حكي شرحناها بشابتر 5 لا شو اللي بفرق عن شابتر 5 انه هنا صار عندي اربعة في بشتغل مع بعض in synchronous لانه بشتغل مع نفس ال clock فال data تنتقل من ال i note الى ال a note ومن ال i one الى ال a one ومن ال i two الى ال a two بنفس اللحظة كلياتهم لانه بتجيهم ال pulse بنفس الوقت واضح هذا شو بنسميه بنسميه parallel in parallel in parallel out register parallel out register بمعنى ال data is coming in parallel مع بعض وال out بطلع معي مع بعض in parallel اوكي واضح واضح طيب غلينا نكمل الان اللي نرى هذا الرجسر ما تخافوش منه كثير الآن الصورة السابقة مدام فيه clock اي داتة بوجودة على ال input بصير تنتقل احيانا احنا بدنا control ما بدنا يعني لانه قلنا clock source عالثا is not يعني clock 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 الصور سبحها دائما مستمر موجود فانا بدي ابقى اتحكم في هذا رجسر مش مع كل clock بط روح تنتقل ال data بدي اقول لما بدي اقول لك يا رجسر دخل data دخل لي سعيتها بتفعل لي شغلة انه ال data الجديدة تخش لعندك وتتخزن ما بدي في اي لحظة يعني ظلك مستمر اتغير بدي اياك في لحظات معينة اقول لك دخل دخل ما تدخل اش ظلك محافظ على القيم القديمة كيف نفعل هذا هذا اللي رح نشوف في الدائرة البسيطة التالية خلي نشوف الدائرة هذه اللي قبل شوي خلي نطلع عليها ما تتعقد من شكلها لانها بسيطة هي انتبهوا علي كويس عشان تفهموها لاحظوا معي هذا اللود اذا بنحط عليه ون رح يعطيني زيرو هون ورح يعطيني ون هون طبعا بالنسبة لللود هذا رح يجيني من دائرة من العالم الخارج من بره من دائرة control وبالنسبة لها رح تشوف فقط الانفيرتر فالحمل تبح فقط انفيرتر عشان هيك حطينا تو انفيرتر علشان نخلي الحمل لهذه الدائرة الكنترول اللي من بره يكون حمل بسيط عبارة عن لود واحد لكن ماذا يحدث الان اذا حطينا على لود واحد اذا حطينا على لود واحد لاحظوا انه الزيرو جاييني من هون وبالتالي كأنه لغالي الداتا اللي جاي من هون لانه الصفر اقوى مظبوط يا شباب الصفر في الان اقوى بجبرها على الزيرو اذا جميع الان اللي جاي من الكيو تبعت ديف فلوب جميعها رح تطلع لزيرو لانه رح يكون عليها من المدخل اللي هون زيرو اذا هذا الاي اللي جاييني من هناك كأني لغيته كأني لغيت الفيدباك اللي راجع من ايز طيب ايش بيأدي هذا بيأدي هذا اني اسمح لل اي نوت لانه معمولها اندين مع واحد فال اي نوت اللي جاي من هنا لما تعمل اند مع واحد رح يعطيني اي نوت ولما تعمل اورين مع اي نوت اذا كأني جبت الامبوت هذا وحطيته على الدي امبوت عشان اقول له بس تيجي اول بلس بدي اياك تخزن الدي الموجود على ال اي نوت على ال اي نوت وهذا الحكي رح نشوفه بنطبيق على البقية اذا لما بحط على ال رح اشوف انه كل واحد من هذول اللي في الفلوب الامبوت الخارجي اي 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 اذا لما بتجيني بلس ستنتقل الدي الموجودة على ال 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 الى 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 اذا كل الدي رح تجيني الى هون اذا مفرق ايش عن هذلك الرجسر اللي شرح ناه قبل شوية لما بحط على ال 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 تنتقل الى ال مع ال واضح يا شباب هلو يا اخوان موجود ما الذي يحدث اذا حطينا على ال صفر ما بتغير رح يجيني واحد هون ورح يجيني زير هون الان الزير لغال مين هذا زير هون لغال ال لغال ال لان لان الصفر اقوى اذا رح يعطيني هون صفر وهذا رح يعطيني صفر طيب هون شو في عندي هون واحد وفي عندي القديم اذا هون في عندي اي نوت اذا كأني انا قاعد بقول في عندي ورجحت على ال الان كل ما يجي بلس هذي شو رح تخزن كل ما يجيها بلس شو رح تخزن القيم القيم القديم رح تخزن القيم القديم اذا كأنه فيش تغيير اذا لن يحدث تغيير مع قدوم البلس اذا البلس جاي وشغالي لكن هذا الرجيستر مهما تغير هذول تغيير هون مالهاش اهمية فهذا الرجيستر حافظ على المحتوى القديم تبعه اذا الان صار فيه عند الرجيستر بامكاني اقول متى اسمح للداتا الخارجية تدخل ومتى اقول لا بدي شيئا يدخل يبدي الرجيستر يظل محافظ على اخر قيم يخزنها اوكي يا شباب هلو واضحة الفكرة واضح طبعا الانفيرتر هذا مع الان قيت هو عبارة عن ملطب لكسر عبارة عن ملطب لكسر قاعد بنقي اما داتا جيد من الانوت واما داتا جاي من هون يعني كأنك انت عندك ملطب لكسر ايش جاي من الاي واشي جاي من الكيو وقاعد بتقول يا بدي حافظ على القيم القديمة اذا خليت هي المختارة يا اما بدي اخذ القيم الجديدة شو اللي بخير اللي هو اللود هو اللي قاعد بيعمل يعني اختيار طيب اذا هذا الرجسر لو بدي نعمله ما يسمى فانكشن تيبل بقول انه هذا الرجسر الو ال التالية طبعا مع الكلوك اه في عندي لو اذا اجان كلوك واللود كان عليه واحد ال اوبريشن لو ال ال داتا لو ال داتا اما اذا كان اللود عليه زيرو حافظ على القيمة القديمة الموجودة عندك اذا هذا تنقول هي التي تصف عمل هذا الرجسر لكن في عنده كنترول اسمه لود وهذا اللود يتحكم متى يسمح للداتا الخارجية انها تتخزن اوكي يا شباب واضح طيب نوقض الان الرجسر اخر خلينا على الرجسر السابق لو قلنا الرجسر السابق هذا بدنا نحطه في IC اكم رجل رح يكون في اله هذا كم رجل رح يكون في اله واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ستة سبعة ثمانية تسعة عشر رجل رح يكون لهذا الرجسر احيانا في بعض التطبيقات ما بلزمني في الواقع الرجسر يكون بهذا الاسلوب يعني بده اشي يخزن لكن مش ضرور يكون اله كل هال الامبوت و هال اتبوت لانه التطبيق تبعه مش بحتاج خلينا نشوف الان وطوي كل سيريال ان سيريال ات شفت رجسر هذا رجسر التالي مثل منتو شايفين منلاحظ انه سينجل امبوت هون وكل مرتبط على الامبوت تبع اخرى الآن سيريال داتا هاي الدياتا راح افترضها anything سو لم اقول افترضها anything معناها بحطها x whatever whatever اذا انا مش عارف شوف فيه بدي اخزن one zero zero one ماذا افعل بقول لك بتجيب في الاول الواحد هذا وبتحط ه على الامبوت اللي هون هذا الواحد بنحطه على الامبوت اللي وبعطي اول طبعا هذي البرس رح تيجي هون ورح تيجي هون ورح تيجي هون ورح تيجي هون الآن ما الذي شيء يحدث فيه شباب مين بقول لي هلو بتخزن الone باول دي فلوب فلوب مزبوط اذا هذا الواحد سينتقل الى هنا طيب وهذا شو رح يخزن لعنه رح يخزن القيم القديم اللي كانت هون اذا اللي انا متأكد منه مية في المية انه هون رح يصير واحد لكن هون بعرف شو رح يصير هاي رح يخزن القيم القديم لان البالس يشباب تيجي مع بعض فكل واحد رح يخزن داتا تبع جار اللي على اليسار بالنسبة لهذا ما له جار خارجي ومحطوط عليه واحد ان هذا مية في المية رح يخزن واحد بينما هذا رح يخزن القيم القديم اللي عند جار فانا مية دخلت اول واحد الان شو بتدخل بحط كما وبعطي جديدة اذا بعطي ثاني شو اللي رح يصير يا شباب وهذا رح ينتقل لهون اذا انا متأكد الان من شغلتين انه هذا رح يصير عليه واحد وهذا شو رح يصير عليه رح يصير عليه زير اذا بعد صرت مدخل ايش مدخل برد ارد ايش برد احط الصفر الثاني وبنط بلس اذا صرنا الآن ثلاث بلس شو اللي رح اصير هذا الواحد رح يجي لهون والزير وهذا رح يجي لهون وهذا الصفر رح يجي لهون اذا شو صار المحتوى عندي صار زير زير وون اللي هذون رح احط في الاخير الواحد الاخير لهون فاللي رح يصير هذا الواحد رح ينتقل لهون رح يصير عندي واحد وهذا الزير رح يجي لهون وهذا الزير رح يجي لهون وهذا الواحد رح يجي لهون اذا شو صار المحتوى عندي صار المحتوى عندي ون زير وزير وون لكن اكم لزمني احتاجت اربعة هذا الريجستر نسميه احنا سيريال ان سيريال ان سيريال اوت ريجستر او شيفت ريجستر بنقول عنه شيفت ريجستر لانه في عملية شيفتينغ شيفت ريجستر احيانا ممكن يكون هذا الريجستر يحتوي على اسلاك طال على بره من الكيوز في الحالة هاي بنسميه سيريال ان طرال ال اوت طرال ال اوت شيفت ريجستر طبعا ريجستر مثل هذا بتلاقيه موجود في معظم الكمبيوتر في ال ايترنت كارد اللي هو كارد التواصل انتي لما بتيجي على الكمبيوتر تبعك في البيت بكون فيه بداخل وكارد لوصل الداتا بيسمون ال ايترنت كارد والداتا عادتنا تيجي من الانترنت يا اخوان سيريالي زمان هسا بجوز معظمكم بيجي عن طريق خط فايبر لكن زمان بقى خط التلفون وخط الفايبر سيريال برضو لكن بيجي عن طريق نبضات ذوئية خط الفايبر لكن خط القديم كان يجي عن طريق خط التلفون اللي هو خط نحاسي فكانت الداتا تيجي سيريالي طبعا الخط عبارة عن خطين خط اللي هو الريفرانس والخط اللي بتيجي عليه الداتا آه يا عبد الرحمن الصلاة آه يا دكتور طيب بس عبين ما يصير عندنا نص ساعة إن شاء الله قلنا بنصلي بالبيت إن شاء الله لأنه في عندنا محاضرة وعندنا شغل اعتبر حالك عسكري على حدود يا ابني إذا كتصلي في مكانك إن شاء الله إن شاء الله طيب إذن آه بتلاقي الكمبيوتر عادة موصول عن طريق كابل للنت فالنت بتود الداتا سيريالي هنا في الداخل بكون فيه عنده رجسر في كرت الشاشة باستقبل الداتا كل ما يصلوا ثماني بيت كل ما يصلوا من النت ثماني بيت بروح بنقولهن مرة واحدة إلى الرام فأنت بتجيك صورة بجيك ملف صوت بجيك وطفر بجيك في الواقع بيت باي بيت بجيك سيريلي فبدخل على رجسر سيريال إن بارالل آت بس الرجسر يعبي بعد ثماني بلصز مثلا يتم نقل الداتا إلى الرام لاستخدامها وتخزينها في ملف خاص مثلا في الصورة أو في ملف الصوتي أو في ملف الفيديو إلى آخرين فالداتا في معظم الأحيان التي نتناقلها عن طريق النت هي داتا سيريال أوكي يا شباب طيب نتوقف الآن أشوف طلاب الموجودين قديش بالله عندي واحد وثلاثين طالب بالله الواحد وثلاثين طالب خليني أشوفهم الواحد وثلاثين طالب ارفعوا لأيديكم يا ابنية كلياتكم خليني أشوف ارفعوا أيديكم ارفعوا رائم ممتاز ممتاز في ناس لسه مش رافع يديها الدنيا وألاء المعيدي ومادلين وثائر وبشرة وين رحتوا يا شباب ارفعوا ديكم عشان سسجلكم حاضر ثائر حجاوي اهي شرة انك تعملك لك وتروح ما بتزبطش ألاء المعيدي دنيا بني عواد اللي مش رافع عيده خلص دكتور أنا رافع من الأول خلص 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 أنا اللي غلطان أنا اللي غلطان أوك أوكي 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 خلص طيب نتوقف الآن وان شاء الله نعود مرة أخرى بعد الطلاق يعني عشر دقائق تقريبا ترجمة نانسي قنقر